السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اعجبك الفيديو والاشتراك في القناة تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة شكرا لك للا خديجة مراك الله فيك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله للا خديجة بالنسبة للباس الذي فيه حيوانات هو الرسم ما فيه حرج الرسم الممنوع هو الرسم اللي كان أيام زمان عند مشرك قريش كيرسموا صور يتخذونها آلهة كيرك رسم حيوانات طيور خيول دواب وتتخذوا كعبادة لله هذه طبعا محرمة لكن الرسم العادي ما فيش إحاءات ذي العقيدة وذي العبادة فهو أمر مباح ذلك فن الفنون لكن اللي منهي عنه هو أننا أثناء الصلاة أن الإنسان سيخشع إلى بثل أمام الصور فيها فيها هذه الرسوم قد ينظر إليها ويتأمل ويضيع خشوعه وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي الكريم توب جاءه من اليمن فيه رسوم فيه طيور وفيه مزركش فاستعملته أمنا عائشة رضي الله عنها استعملته في الضبح الخامية فلما أرد النبي الكريم أن يصلي انشغل بالصور فلما فرغ من صلاته قال يا عائشة قال أزل عني هذا الثوب قال لا تزال الصور تتمتل إلي في دهني وأنا أصلي ماذا صلت بأمنا عائشة؟ ذلك الثوب كان خامية ردته مخاد وأصبحوا يتكئون عليه ويجلسون عليه فهو أمر مباح لكن نحضر فقط للصلاة حتى نخشع بامر الله تعالى وأسأل الله الكريم أن يسعدكم للا خديجة وتحية كبيرا لكل أفراد العائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا للا برك الله فيك مرحبا لك السلحاج السلحاج بيتك عافك دائلية مع أخي وابلينا واحدة عامين عجرة كنت حضرت معك نهار جمع بك زين عاليفات إياها بنتي ومو يمو هدين بوزيك عمرتو تقدر معك واخا واخا بنتي مرحبا وبغيتك السلحاج الله موالي بيت نسولك على سجدات الشوقر نعم عشنا هو رفض دياله بغيتك بالنسبة للحواجة اللي فيهم بغيتك البجامات اللي فيهم تشد الحيوانات بغيتك شكرا لك خديجة مارك الله فيك نسول نقطع الخط معديرة بغيتك نسولو الزوجة ديالاخ ديالك نسمعو لها للأسف نقطع الخط ولكن على كل حال الغائب عذره معه كنا بغيت نعرفوه وربما فين غاب هاد شاب والمدة اللي غابها وانتعرفوا على الملامح دياله لعلا لعلا شي واحد من المستمعين والمستمعات ربما قد يصادفه وقد يطلع على بعض أحواله وقد يفيدنا فنتمنى مرة أخرى للخديجة انك تواصلي معنا باش نعرفوا المعلومات على هاد شاب فين غبر صفة دياله المدة على من اللي بناليه لعلا وعسى شو واحد من الصالحين يعرفوه او يجيبنا الأخبار دياله ويبلغنا ونبلغوكم ونكونوا سعداء بلمي الشمل على كل حال هذه كلها غير وسائل وسائل مساعدة للوصول والتواصل بين الأحبة وإلا وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير احنا كبشار كندلوا الأسباب لكن لنا رب يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب ملك التقطع بين السبول ما كنخافوا ما كنحزنوا ما كندخلوا في اكتئاب ما نقلوا ممتناريم أي أبدا كنقولوا يا ربنا نحن بين يديك أنقذنا أغيتنا او ربي عز وجل لك يجيب الفرج المتغيب للا خديجة إذا غاب كنت وضى وكنصلي وحدة الركعتين ثم كنرفع ديالسماء وكنقول قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ربك يجمع الشمل مع الأحبة كنقلون عودها وكنقول قول الله تعالى نداء الغائب له غيب كنندع له أنا ما عندي صوت أنا ما عندي وسائل تواصل أنا ما عندي راديو أو كاميرا أو تلفاز أو فضائية لا لكن عندي مدى جنود الرحمن الله تعالى عنده جنود السماوات والأرض كنقول أينما تكون ويات بكم الله جميعا أينما تكون ويات بكم الله جميعا كنستعن بالله بقوله سبحانه وكنقول هذه الآية وربي عز وجل كيسخر لملائكة السماء وجنود الأرض وفيما كان هذه الغائب كيحضر ثم أقرأ سورة الضحى اللي تلفت ليش حاجك رسل الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال نهائيا ما تخافش ربي ما ودعك وما قال إنك بأعيننا وربي عز وجل لا الحاجة التلفى والحاجة المضرع والحاجة الغيبة كتحضر واتشير مجرب يا ما عشنا مع أناس كانوا كيقلب على الشيء ما تعضع لهم أو أحد الأقرباء دي لهم خرج ولم يعود وكان بؤس شديد وتواصلوا مع قناوات فضائية وتواصلوا مع رجال الأمن ومع مخافر الشرطة وقلبوا مع جميات المجتمع المدني وللأسف ملقوا شيء أترب لكن حينما استغاثوا بالله ودعوا المولى عز وجل في جوف الليل ربنا عنده إنك بأعيننا راكلت بعين الله رب يعرفوا فينك اللحظة اللحظة ربنا عارف حالوا فينكين يأتيك به سبحانه وتعالى ويخلق الأسباب والمسببات فنسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد بحق قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله يجمع كل من خرج ولم يعد وكل من تعن أهله ودويه وأحبابه اللهم رد إليهم ردا جميلة اللهم بحق قولك وهو على جمعهم إذا يشاء قدير اجمع يا ربنا بين كل حبيب وقريب اجمع بينهم قريبة للا خديجة الله يفرحكم ويسعدكم جل جلاله باللقاء وجم الشمل في القريب العاجل آمين آمين يا ربي يا كريم خديجة جوابا على أسئلة الفقهية قضية سجود الشكر هذه نعمة عظيمة من أوتي سجود الشكر راوح أتيا خيرا كثيرا ككل إنسان أعطى الله واحد نعمة نجح في الامتحان أو دخل في واحد مشروع تجاري وربح فيه ربحا طيبة أو أنه در أي أي حاجة في الحياة دياله وربي وفقه هذه نعمة لابد هذه نعمة نشكره عليها كي يقولها باللفظ كي يقول الحمد لله والشكر الله باللفظ وكي يدرى بالمعنى أنه يتصدق يعمل حسنة ويحدث بها الخير وأما بنعمة ربك فحدث كي يقول ربك رمني الحمد لله والشكر الله أعطاني وكرمني ما يتشكاش حد نس كي تشكوهم الله الكثير كي يشكون الخالق للمخلوقين شوف ربي أجدني شوف قد ترى علي رزقي شوف ربي مرضني شوف ربي فرق بناتنا أعود باللفظة الرجم أتشكو الخالق للمخلوقين والعيد بالله لا المؤمنون كي يشكروا الله على النعم كي يقول شوف ربي شعطاني يحمل الخير ما كنت أظن أن أصل إلى هذا المقام فأوصلني إليه وربي وعدنا ولئن شكرتم لأزيلنكم الشكر يكون باللسان يكون بالحال يكون بالصدقة والعطاء والإكرام من كيفرح الإنسان كي يشكر الله تعالى بالعطاء كي يمددوا الخير كيف ربي يعطاني نعطي وكان الصالحون في الأدين كلها في الأدين كلها ملك يعطيهم ربك كي يخرجوا العشار كي يخرجوا العطاء وكين من عظمة الشكر هي سجود الشكر هو أن الإنسان ينحاني إلى الأرض ويسجد لله تعالى ويشكره شكرا عظيمة هذه الحالة نشوفها بعد مرات كثيرا في الملاعب الرياضية ملك يكون شي فارق رياضي كيلعب وشي هدث أرمال كورة ومشت مع الحض وسجل الإصابة كدقى من قوة إيمانه يسجد لله تعالى سجود الشكر أمام مرأة الملايين هذه نعمة ودعوة إلى الله كنوصي الأحبة دينا اللاعبين في الفرق الرياضي المتنوعة حينما يسجد الإصابة يشكر لله تعالى والناس ينظر لي كلهم لوحة إشهارية إيمانية ربانية معبرة لك فيها أجر وتواب عظيم تعلم الناس سجدة الشكري فهذه السجدة ما فيهاش شروط دي القبلة يعني أينما وليتم فثم وجه الله سجد شرقا غربا بحرا بحال 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 وليس من شروطها الوضوء مش بدأت تكون متوضى وقد تكون منتقد للوضوء وليس شروطها دخل الوقت ما فيه وقت في أي وقت ممكن أشكر الله تعالى سجد الشكر وربي وعدنا بماذا وعد قال ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم الخير يتدفق عليك فانتعلموا أيها الأحباب الكرام شكر النعم أرى واحد الباب عظيم من أبواب الخير نسلك يقلبك يقولك أنا ما عندي يظهر أنا عندي العكوسات وعندي الموانيع والأبواب مغلقة أرى طريقة سهلة باش تكون من المناعمين في الأرض هناك المناعمون في الأرض ويأكلين شاربين مبرعين من جابوا الدخير كله جابوا من شكر لله نتعلموا فيما تنموا لنا نقول أجل شكر الله تعالى وحد شكر سجد شكر نتوضى ونستقبل القبلة ونسجد لله وحد جدا عظيمة وسترون عجائب قدرة الله المزيد من الخير والبركة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى